لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعد الصواريخ الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك ونحن بذلك أكثر عزما على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني وعلى الأمريكي أن يعرف ماذا يعني هذا نقول للجميع الدول الآسيوية كالصين وغيرها ونقول للدول الأوروبية في الغرب نقول للكل في كل العالم لا مشكلة عليكم في المرور والعبور من البحر الأحمر المستهدف فقط وبشكل حصري السفن المرتبطة بإسرائيل المترجم للقناة بإسرائيل المترجم للقناة بإسرائيل المترجم للقناة بإسرائيل شكرا